متجر شيخ العرب متجر الخاص في القناة اول واكبر متجر عربي متخصص في فورتنايت توري الزومبي وحسابات باتريال فول اكسيز مع حسابات توري الزومبي رابط المتجر موجود في وصف هذا الفيديو ايرحب مرحباكم شباب كيف الحال معكم انا سوي شيخ العرب نكمل سلسلة بناء 30 هجمي تواين بيكس بناء الجديد رهيب جدا ومجربوا اكثر من 20 مرة لعب فالامور كل شي سلسة وحلوة حاليا الامبلفير سي نبني عليه اول شي هو دائما نبنيه كامل ليش نبنيه كامل لانه مرات ممكن يفوت زومبي خلال فترة الريلود تايم للإطلابات فتأكدوا انكم تبنوه كامل وتطوروا هنا اذا بدكم تطوروا فهو الامبلفير الوحيد رح نبنيه كامل تقريبا تجيه هجمي واحد بس من جهة واحدة الاكثر من هجمي بس من نفس الجهة هيك القصد رسباون الزومبي رح يكون هون هذا الاتجاه هيك رح ينتد لحديت هون تقريبا رسباون الزومبي فيكم تبنوا بزيادة هون بس موضوح هذول رح يتكفلهم بالدمج الزومبي خاصة اذا كان مية وعربة وعربين ولكن فيكم كمان تحطوا كمان واحدة هيك وتحطوا عليه جميل الارتفاع رح يكون هون ثلاثة عشان البركاء النيزك ما يدمر هنش فعندهم ثلاث طرق الزومبي يفوت اما يفوت من هون او يفوت من هون من النص او يفوت من هون جميل ثلاث طرق خلينا نبلش من الطريق من اليمين من اليمين رح تسكر هاي مع طريق بوكس وهون بوكس هاي بتحط جليد او ما تحط اشي نفس اشي بس ما تحط فخ اللي هو هذا الفخ وتستخدموه هذا في ثلاثين هجمي لانه مفجر ابو البرميل جميل اما بتحط نفط او جليد او ما تحطش عادي مش رح تفر كثير هون بتحط بوكس وهون تحط كمان بوكس هون بتحط كمان بوكس هون بتسكرها هاي هيك بدرجة وهون ويتأكد لما تبلش الهجمة ما توقف هون لانك لو وقفت هون الزوم برح يحاول يجع عندك فرح يصير يكسر بهون لو حاضط الف قطع رح يصير يكسرهم مش رح يمشي على التلاب تاني اللي انت عامله جميل بفوتوا هون هذا بوكس برجهم لورا هون بفيك تحط الول لايت عشان تأخير اكيد كله التلاب تانيل بايدفولت اشارح انه هو فكيه دائما بيكون فخي العجال اما ارتفاع اه 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 اول ارتفاع تلك قطع بناء يعني تلك قطعتين بناء على الاقل فهون بفوتوا في النجلي تحت بوكس برجعهم فخ الكراسينا فيك تستخدم فخ الدينامو وفخ الولدارت ولكن بس اه احب فخ الكراسينا لانه بدمج اكثر من زومبي وال اصاص المدفع اللي فيه بتروحه بترجع فممكن تدمج زومبي اكثر من مرة كمان هون في بوكس وبينزلوا تحت هنا وراح نكمل شرح لما نروح من الطريق الثاني هاي الطريق الاولى جميل طريق الثاني اللي بجوها بجوها من النص من هنا وهنا بتسكر في بوكس وهنا في بوكس ان هنا اربع طرق وهنا بتفعندك فخ الجليد وهنا فيك تعمل ايه زي هاي الحركة اه تعمل هيك بس عشان تأخرهم ما يجوش مباشرة كتبطيء للزومبي فهوما بيجوا من هنا هذا البوكس بضربهم هم روح يجوا من هنا فيك هنا تحط اه بوكس اه مثل هي جميل هيك رح يجوا من هون وابتنضربوا وهونا بنضربوا وفكهم فيه فخ اللاجال وعن جوان بفخ القراسنة لكن تأخرتهم نوعا ما اوكي بنزله من هون هنا فينا ارتفاع تلات تلات كطع بنا من فخ القراسنة فوق بنزله هون هون ما بلزم تأخرهم خلص لان اللي بفوت هون يا بيكون سماشر يا بيكون زومبي قوي فهونا بدا كله داميج بس فبفوت هون بنخلط خلط باللاجال فخ القراسنة والجليد نفسيش هون بوكس برجعهم من لورا تأخير وخلط وخلط برجعهم لورا وانه داميج بحديونا هون пришلت جليد فخ الكراسنة و intim ت machusing جميل هسا فوق هنا مش حاطت أنا مش حاطت فخ العجال ليش لانا لو بضعột فخ العجال اما بده اطلع قطعتين بنا او ثلاث قطعة بنا لو انزلت قطعتين بنا وعملت فخ انه يا كشا راح يسير الزومبي راح يكسر من هنا وييجي هنا هيكcloud transactions هنا هيك وينزلها هاي ويجي هنا. لان الزومبي بيقدر ينط عن كتعطين او ثلاث كتع بناه. جميل. اه ولكن اذا مثلا هاي كتعطين لو بدي حط كمان ثلاث. رح يجي الزومبي كمان من هنا. وراح ينط تلاث كتع بناه عادية. اوكي. هسه. على الزومبي هيك باخد طريق. اذا ما حطيتش ولا اشيه. فالامورك طيبة بتكون. مش رح يجي الزومبي هنا وينط عليهم. هي. تمام? فمش يعني ما بيجي عنده الطريق في الاي اي تابعه ان يجي نط من هنا بالثلاث كتع من هنا من من تب عالي. زي هي. جميل. هسه هون نفس الاشي. هون انا عامل هسه مش رحها هي. ولكن اذا انت بتعمل هيك بتحط كمان فخ الكهرباء هون عشان يضرب الزومبي بين هون. هيتفتحها وتحط فخ الدينامو. رح يجي الزومبي يكسر ويجي من عندك من هنا تعمله طريق ويجي من هون. فتأكد ان هذول كتع ما تبنيهن عشان الزومبي ما يصيرش يكسر هون ويفوت عندك. لان لو حطيت فخ اللي هو فخ الاعجال هون. وهون حطيت الف شغل عشان تسكر هيك. رح يردع يكسر ويخرب لك الدنيا وخاصر هيكون سماشر يحذف الكطع حذف يشحن عليهن. فهونا لا تحط اشي انا اي افضل اليك وانه خلص الزومبي اللي يموت بموت وراه وبيجي سماشر لو بدعيش لازم تقتل انت اما بهذا البلازمة او بفاق البوتشوت هذول اثنين جدا قوية. فهي بالنسبة للتاني. بالنسبة للجهة الثالثة هون رح يجع انه نيزك وضرب نيزك شايفين كيف. النيزك فيك تتحكم عليه باللي ما اعرف بتوين بيكس فانا بتحكم فيه ان انا حاطت هنا جاي قطعة. قطعة هنا. وقطعة هنا. وقطعة هنا. وقطعة تحتها. بنيت هذا السيرب اللي هون شايفينه هذا كامل. بنيته ارضيات. هاي القطعة. احنا نرجع بس نحط هان. هاي القطعة. وهي القطعة. والقطعة اللي وراها اللي هي هون. وهي اذا حطيت هين اللي نيزك برجع لورا. انت ترجع لورا وضعك بالسليم. هون بتحط بوكس عشان بفوت تأخرهم. هذا بوكس لورا بترجعهم. وهنا بتحط فخ العجال. هنا ما بلزم تحط فخ العجال. بس هاي ليش بانيها? عشان الفلينجر مرات بوقف هون بضرب من هون. فتأكد انك تبني هذول الكطعة اللي هون هيك. وهذول الكطعة. عشان الفلينجر ما يضرب. وهي قطعة تسكرها. عشان الفلينجر ما يجي وقف لك هون ويصير كمان يضرب من هون. جميل. او اللوبر. الفلينجر لوبر نفس النفس الشغل تبعهم في عنا بتوريج زومبي. اوكي هيك بالنسبة لعيار النيزك. مرات ما بزبط معك. هو بيخلف من بيس لبيس. بس مرات ما بزبط معك. ذلك ظلك تلعب شمال تكدم قطعة تأخر ترجع قطعة لورا. تبني قطعة هون. ذلك ظلك تلعب هي. طريقة تحكم في النيزك. اما تبني قطعة عرضية او قطعة طولية. فهيك طريقة تتحكم. فبظلك تعمل ترجع لورا. النيزك بده كل دقيقة بضرب. فبظلك تعيير فيه لما يزبط معك. حلو. هس فاته هون فوت. هون جليد فوق كله عنا هون شو. اعجال. هنا عنا هاي القطعة ما بتلزم بصراحة. هاي بنشيلها. نقدر نشيلها او. يا نقدر نشيلها. بس انا ليش حاطتها كونيت. هل لازم كانت هيك عشان الزومبي ما يحاولش يكسر من هون يفوت هون. فعنا هون حاطين فخ الكهرباء لانه بضرب على الجنب هون فخ الكهرباء. هذا بضرب اذا كان الزومبي هون. والدينمو والدارت كمان بضرب. فينا كهرباء. والا الاخير هون فينا بيجي البوكس برجعهم لورا اخر شي. شوفوا البوكس حاطوا انا ايه على على هوا هاي. على نفس المدى. ما تحطوه لورا لهون. يعني لا تحطوه النفق لهون كامل. ليش? لانه لو حططوه لورا كامل بيصير السماشر والزومبي يجي يكسر بهاي هون ويحاول يفوت من هون وينزل من هون لانه طريق اقرب له. جميل? فدائما بتكم تحاولوا تعادلوا بين بناء وكيف الزومبي رح يتصرف معك في الهجمي. اوكي? فانا انا عامل للحديث هاي الحيف اللي هون. مش واصل لنص هاي واصل لهاي هون. يعني واحدة. ثنتين. ثلاثة. اربع. اربع قطع بناء جليد. وحطة بوكس. اوكي? انا تحط واحدة عادة بتحط. اظن بتعادية. معرفش اذا بتغير النيزة كلها معك. اذا بتغير النيزة كدك تشيلها وترجع نفس البناء عادة. فبيجي هون الزومبي بموت وبنزل هون. وبالزم تحط فخاخ. امورك طيبة. ولكن اذا انت عندك الفخاخ ضعيفة وبدك بتزيادة. فيك تحط. بس على هذا حساب القطع البناء اللي بتظل معك في. انا هذا البناء حاليا انتقد معي. سبعين ثمانين كطة بناء زيادة. فعندي حرية بالتصرف خلال الهجمات اذا بدي بدل اشي او اعمل اشي. هذا بشكل بسيط الامبليفاير الثالث الرئيسي. سهل جدا البناء تبعه. اموره طيبة. فانكما يسال تركوا اللي تحت بالتعليقات وان شاء الله في فيديو بكرة سننزل بناء الامبليفاير الرابع او الخامس حسب السلسلة كيف ماشي. بسماء.